استخدمت روسيا والصين حقا نقضي الفيتو ضد مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أكد في كلمة ألقها خلال اجتماع لمجلس الأمن وقد لبحث المشروع أن روسيا صوتت ضد الوثيقة لأنها لا تتحدث عن خروج المسلحين من حلب وكان تشوركين أعلن في وقت سابق أنه ليس من الممكن أن يجري التصويت في مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع القرار حول حلب